صباح الخير او مساء الخير اي ان كانت توقيت اللي انتم تسماعوا في الفيديو. اه برحب بالمشتركين معي في القناة كمان برحب بالمشتركين الجديد وبقول لكم اهلا وسهلا. اه بقول لك لو انت لسه جديد تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اه هنقول النهاردة الكراءة العاطفية لمواريد برج العزراء. اه انت ايه? والشريك ايه? انت شايفك? انت قافل على مشاعرك. انت قافل على قلبك. اه طاقتك الاول انت بتبص اه بتبص على حياتك ممكن تكون قبل كده. بتبص على حياتك او بتبص على الوضع. يعني ممكن انا شايفك اه في وضع يعني ممكن اسميه بينهار يعني. اه دي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا. اه فانا شايفة طاقتك انت العم يا برج العزراء بتبص عليه و اه انت نفسك تنتصر. انت كنت في علاقة حب حلوة جدا. انت عايزها ترجع تاني. بتحاول وبتباهد ان العلاقة دي اه ترجع تاني. هو ده. دي طاقة اللي موجودة بتبص عليك في الفترة الحالية. الطاقات اللي موجودة في القراءة قبل ما انت اه انا شايفة معيك الطاقة النارية. كتير. الهوائية. اه النارية الهوائية. اه والمائية. بسيط معيك ترابية. يعني اولي الاولي. الابراج اللي موجودة. اه شايفة برج الدلو برج السرسون. اه برج الجوزيق. اه برج العزراء انت ممكن تكون شريكة كمان عزراء. برج لو شفت اي حاجة تاني برضو هقول دي الطاقات اللي موجودة والابراج اللي موجودة. انا شايفك اه حاليا كمان انت انت غامض. انت يعني انت عندك سكون غريب في الفترة دي يعني. انت زعلان. اه شايفة في رحيل. اه شايفة في حياة يعني اه يعني فيها يعني بسنهار. اه انت سيبت اه عندك حاجات ممكن تعملها. اه بس انت ممكن تكون نستني. نستني الطرف التاني تشوف هيعمل ايه. نستني تشوفه هيقدم ايه. انت عندك اللي تقدمه. نستني تشوف الطرف التاني عامل ايه ومش عايز تشوف اي حاجة تاني غير كده. يعني انت حاطث اه ان الطرف التاني اه هو اللي لازم يعمل حاجة العلاقة. اه انت تسبحق اه منه كده. اه يعني انا شايفك هنا كمان اه عايش يعني الوضع بتاعك وضع ممتاز جدا يعني. انت عندك تعب اه اه بس انت مش مبين يعني انت مخلي نفسك اه في وضع الكوين اه شخصية قوية اه بتقدر تسيطر بتقدر اه تفكر كويس اه اه يعني حاسس ان انت تقدر اه تديري العلاقة بشكل كويس. اه ممكن كمان اه يعني تكون بتتعامل مع حد مع شريك يكون مندفع او متهور. اه لكن انت شايفك برج العزراء بالنسبة متزوجين شايفك قادر تسيطر على الوضع في العلاقة اه بشكل كبير. يعني هادي وراكز وعائل حاجات كتير كده طلعها حلوة. اه في نفس الوقت انت في حاجة في جمالك. لو الحاجة دي ما تنفذتش. انت قايل انك انت هتسيط كل حاجة وتمشيك. لو الحاجة اللي في جمالك دي ما تعملتش. يعني انت عايز اه يعني ديك طلبات او اه او اه او في حاجات معينة عايز تشوفها من الشريك معاك. انت قايل لو ما تعملتش انت هتمشي. اه الحاجة دي انت بتتمنها. يعني انت انت حاسس ان نجاح العلاقة هيكون بوجود يعني بتفليح الشريك في الحاجة اللي انت شايفه غلط فيها. او ان انت تنهي العلاقة وتمشي خالص. اه شايفة هنا للبعض منكم فيه. اه ممكن يكون فيه طرف تالت. فيه طرف تالت. اه فيه الطرف تالت ممكن يسبب بهدم العلاقة دي. اه فيه غموص في العلاقة دي. يعني ممكن اه انت او او الطرف الثاني مش اه مش قادر يتوصل لحاجة لحاجة اساسية في موضوع الطرف الثالت ده. اه لكن فيه طرف طرف تالت ممكن يتسبب اه في هدم العلاقة دي. اه نشوف الطرف الثاني ايه تذكيره? الطرف الثاني انا شايفه بعد. بالنسبة المتزوجين. انا شايفة الطرف الثاني بعد. اه عايز يفكر. بعد وندمان. ندمان على زواج وعلى اسرة وكده وممكن يكون مسافر. ممكن تكون انت من بلد ومو من بلد. او يكون عايز يسافر. عايز يبعد اكتر. اه شايفة اه شايفة الطرف الثاني منتسر حزين زعلان اه اه وكأنه بعد او مشي بس مهزوم. يعني مهزوم وحاسس اه حاسس بخسارة. اه العلاقة او عند بعضكم العلاقة فيها طرف تالت. اه فيها حد بيدافع عن نفسه عن مشاعره عن بيته عن حياته. اه فيها حيرة اه وفيها غموط كتير. يعني كتير ممكن يكون فيها شكوك. اه ممكن الطرف التالت دا يكون عندك انت يا برج العزراء. والحبيب عندك او الشريك يكون بيشك او بي او اه او حاسس. او انت يكون بتشك فيه او حاسس بحاجة. فيه ايوة داع. فيه همود. اه فيه ترس. اه الشريك كمان انا شايفه حذر. يعني ممكن يكون عارف شوية اللي بيدور في جمازك هو حذر منك شوية. فيه حب اه فيه هب. اه بيفكر فيك كتير. اه بيفكر في حل العلاقة دي. اه يعني انتوا تقريبا ممكن تكونوا مرتبطين بقى لكم كتير علاقة 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 روحية بينكم قوية. اه بس بعضكم يعني انا اتفا برج العزراء ممكن يكون للبعض انت برج العزراء انت اللي عملت حاجة في الشريك. انت بعت انت وضرت انت آآ آآ خدعت الشريك زعلان آآ تعبين بيدفع عن نفسه آآ بيدفع عن مشاعره بيدفع عن الحياة بيدفع عن حاجات كتير فانا شايفة ممكن يكون للبعض آآ برج العزراء انت او هو الشريك شايفة كده انك انت آآ غدرت بحب آآ بحياة بعلاقة بحاجات كتير وشايفة فيه طرف تالش يا جماعة في العلاقة اللي. آآ النصيحة بتاعتك آآ يعني انت محتاج تكون صريح مع نفسك برج العزراء محتاج تكون صريح مع نفسك آآ محتاج آآ تشوف الامور آآ بشكل اوضح آآ تفكر بحكمة وعقل آآ تبعد ولو حاجة زي يعني بص هنا النصيحة ماشية مع القراءة. القراءة هنا كان فيها غموض كتير في حاجات مش معروفة آآ مش معروفة كتير. هنا بيقولك انك آآ آآ بتفكيرك بعقلك تقدر تنور لنفسك الطريق والحاجات اللي انت ما تعرفهاش آآ هتعرفها. يعني فيه حاجات انت ما تعرفهاش هتعرفها قريب. ولو الشريك هو اللي فيه حاجات ما يعرفهاش هيعرفها قريب ان شاء الله. ده بالنسبة للمتزوجين من برج العزراء. نروح للمنفصلين والمطلقين للنواريق برج العزراء. القراءة للمنفصلين والمطلقين من برج العزراء. تقطك في الاول يا برج العزراء منفصلين ومطلقين. انا شايفة بعض آآ ممكن للبعض يكون آآ الطرف الثاني او الطرف اللي انت منفصل عنه. آآ يكون يسافر او تكون في علاقة حب مع حد مسافر. بس انا شايفة آآ رحيل بآ يعني فيه حزن وفيه انقطاع. يعني فيه انقطاع تواصل تماما بالنسبة لبرج العزراء مطلقين منفصلين. آآ شايفك آآ في الوضع الحالي آآ في حاجات كتير جدا انت بتفكر فيها. يعني في مش في الوضع الحالي في الماضي. القراءة عشان تكونوا عارفين هتكون ماضي حاضر مستقبل بازن الله. الماضي انت آآ يعني شايفة كان فيه علاقة حب فيها تساهم كتير. آآ شايفة آآ طرف دايد. شايفة فيه غادر. آآ شايفة آآ طرف يا برج العزراء دوت انت. شايفات مجروح كتير جدا من حاجات كتير وحصلت مش حاجة واحدة بس. علاقة شايفات خارج من علاقة. علاقة كان فيها حب آآ لكن كان فيها صعوبات كتير جدا انت مرت بيها. آآ كمان آآ انت كنت آآ يعني زي ما تكون نمشي العلاقة بالآآ بالطبر. يعني مش اكتر. يعني انت مكنش بتعمل اي حاجة في العلاقة. آآ انت كمان ممكن تكون شايف ان انت تكون قدمت فيها كتير. ممكن دا حب حياتك. يعني ممكن تكون علاقة قوية بقالها سنين. او هو دا الحب اللي في حياتك اللي مفيش غيره. آآ شايفات كنت في وضع متكتف آآ ممكن يكون بعضوكم كمان تعرض لسرقة او لغدر. يعني في الغالب هي سرقة. ممكن السرقة على فكرة تكون سرقة مشاعر. سرقة عمر. سرقة آآ حياة يعني حاجات كويسة في حياتك. مش شرص تكون آآ سرقة بس مادية. آآ في الوقت الحاضر انا شايفاك بتشيل مسئولية كبيرة جدا يا برج العزراء. عندك حمل كبير مضغوط آآ واقف في مكانك رغم انك عندك حاجات كويتة كتير قوي ممكن تقدمها. بس واقف في مكانك بسبب الحمل الكبير والسئيل اللي عندك ده. انت مش قادر تتحرك مش قادر تعمل حاجة آآ ببص على الماضي آآ شايفا بعضكم بيبص على الماضي وميستني علاقة من الماضي والبعض الثاني عايز علاقة جديدة تماماً ومش عايز يفتكر الماضي باي شكل خالص يعني لقدام لقدام ده وضعك الحالي بتكلم عن وضعك الحالي لحد دلوقتي آآ وضعك الحالي كمان ممكن يكون بعضكم دخل في ارتباط ممكن يكون بعضكم آآ عايز يدخل في ارتباط جديد لان شايفا برضو هنا انت بتتيب الماضي يعني انت ميدي ده ركس الماضي آآ وعايز تدخل في علاقة حب جديدة وفي ارتباط جديد وبتفكر آآ ممكن بعضكم يكون واخد وقت مع نفسه انه يفكر في العلاقة الجديدة دي آآ شايفا للبعض منكم منفصلين مطلقين شايفا في علاقة زواج آآ شايفا في زواج كزا كزا في زواج شايفا في رجوع آآ شايفا في انهاء علاقة آآ كانت صعبة جدا بالنسبة لك يعني انا شايفا فيه هنا يعني انت مريت بزيز في علاقة فيها خدعة فيها سرقة آآ فشايفا هنا انت بتطرر في ان هي علاقة او في علاقة انت مش هيسري علىها آآ الطرف التاني بالنسبة آآ هنتكلم الاول عن المستقبل وبعد كده نشوف الطرف التاني لو انت عايز طرف هو بيفكر فيه آآ المستقبل انا شايفا عندك فيه علاقة حب آآ يعني رومانسية جدا يعني فيها حب آآ تفاهم آآ يعني فيها حاجات كتير انت بتتمينيها وممكن دي تكون رجوع على فكرة لاني شايفا آآ اللي بعدها آآ شايفاك منتصر منتصر والانتصار ده آآ واضح لكل الناس يعني مش انتصار بينك وبين نفسك آآ بينك وبين الشريك لأ انتصار واضح جدا لكل اللي حواليك وكمان هيبقوا فرحانين به وفاخورين بالانتصار ده يعني انا شايفا نفس كتير بتهميك بتهميك على آآ زواج ارتباط آآ او رجوع في الطرف الثاني آآ وممكن يكون رجوع على الطرف الثاني لان انا شايفاك هنا برضو البعض لسه بيبص عليه شايفا وضعك هيكون مستقر جدا آآ في المرحلة اللي جاية شايفا وضع مستقر آآ يعني آآ بعد كتير لغبطة انت هتقدر آآ يعني تسيطر على خياتك على امورك مش هتبقى متردد تاني ولا خيط تاني لأ انت واقف وعارف انت بتعمل ايه وكمان كأنك عارفت ايه آآ كأنك عارفت اللا بس تلاقي بازاي يعني خلاص انت بقيت ساكت وبقيت عايز تدخل جولة تفكير الطرف الثاني او الشخص اللي قدامك فانت مش هيتضحك عليك تاني بالنسبة لك انت يا برج العزراء آآ الثرف التاني انا شايفاه يعني آكل على مشاعره مش آآ مبين ان هو آآ يعني يعني مش عايزي اتواصل آآ او آآ بس الثرف التاني على فكرة يا برج العزراء برضو ممكن يكون للبعض منكم هو يكون عايز العدل معك يعني عايزك تفكر بعقلك آآ تاخد حل عادل بالنسبة لموضوع الانفصال لان ممكن يكون بعضكم في انفصال آآ بس من غير طلاق آآ وعلى فكرة هو آآ اللي بعضكم عشان كده بقى عشان كده في رجوع هو سهلا بيشتغل على حاجة في العلاقة آآ كمان آآ في حب عنده عند حب ليك سبير بيحلم بان انتو تبقوا مع بعض تاني آآ وبيشتغل على العلاقة وفيه ممكن يكون في حاجات بيعملها آآ بيعني بيكذبك باي نوع من انواع الحاجات يعني في حاجات بيعملها او حيل المهم يعني ان هو يعني ممكن يرجع لك بس الطرق كده مش آآ مش مباشرة يعني مش جاي لك هو صريح لأ آآ في طرق كده مش مباشرة لكن في حب آآ في حب وفي آآ وفي يعني طرف بيطلب بال بالعدل وآآ فيه ان هو مسيطر على مشاعره مسيطر على قلبه آآ علشان ما يظهرش ضعف ده ممكن هو مش عايز يظهر ضعف لان في حب كبير جدا مش عايز يظهر ضعف وعايز يكون تصير جوا بس الطرق تانية غير آآ مباشرة النصيحة بتاعتك بالنسبة آآ لبرج بالنسبة لبرج العزراء آآ انت عندك بداية جديدة في علاقة انتهت في علاقة انتهت في بعدها بداية جديدة حاول في البدايات الجديدة تغير من طبعك ومن حاول تكون غامض آآ حاول تكون بتسيطر على مشاعرك آآ الحاجات اللي كنت تستعملها ما تعملهيش آآ آآ اتعامل يعني الكاهنة دي بتقولك يعني انك تاخد الوضع ده هي الكاهنة اللي هو انت انت بتقدر تسيطر على مشاعرك بتقدر تتصرف بعقلك آآ مش آآ مش اندفاعي ومشاعرنا ما ندهاش لاي حد وكمان مطلوب منك يكون عندك شوية غموط يعني ما تبقاش واضح قوي كده لأ خلي عندك شوية غموط ده احتفظ بهم لنفسك عشان دايما تكون آآ يعني جزئت للآآ للطرف التاني آآ الابراج اللي موجودة يعني عقولي الاولي الطاقات اللي موجودة الطاقات اللي موجودة هم طاقة م lonية طاقة مائية آآ هوائية كتيرة عندك قويية وطاقة صرابية. الابراج شايفة معيك الصور شايفة معيك آآ الميزان شايفة معيك آآ السرطان الاسد آآ العقرب آآ ابراج كتير موجودة معيك آآ بورج العزراء. دي الابراج اللي انا شفتها وبرج الحمل كمان موجود معيك. برج العزراء زيك موجود معيك. آآ بتوفيق للجميع ان شاء الله. آآ ونروح للعازلين والغير مرتبتين من برج العزراء. الكراءة آآ كراءة شهر اغسطس بالنسبة للعازلين والغير مرتبتين. آآ ماضي حاضر مستقبل. انا شايفك في الماضي انت يعني كنت حد مبسوط قوي سعيد فرحان آآ كمان شايفك كنت في علاقة حب بعضكم. آآ ممكن تكون آآ كنت آآ يعني طرف تلت في علاقة حب انت تكون فيها طرف تلت او في علاقة حب آآ دخلها طرف تلت. لكن انا شايفك انت في الاول انت كنت مبسوط كنت تعيد آآ عايش حياتك بشكل كويس آآ آآ حبيت شخص شايفك فيه في حياتك شخص. انت كنت عايز تفوز به. عشان كده كمان ده بيأكد وجود الصرف التالت انت كنت عايز انت اللي تفوز بالشخص ده. آآ آآ شايفك لبعضكم العلاقة دي آآ اتهدت. احتمال اتهدتني يعني من بدايتها. آآ في كتير آآ يعني فيك في آآ في القراءة بتاعتكو يعني آآ انت كنت حذر على فكرة انت كنت في علاقة انت كنت فيها طرف تلت. الثقات الموجودة انا شايفة ثقات نارية موجودة معك كتير في القراءة بالنسبة اللي عاجبين وغير مرتبطين. النارية كتير جدا معيك. والآآ والترابية. والهوائية بسيط. وفي مائية. الابراج اللي موجودة معيك عقرب حمل اسد آآ سور آآ عزراء آآ الاسد جاي لك كتير آآ آآ ابروك كتير موجودة سرطان. المهم انت كنت في علاقة انت كنت عايز تفوز فيها بالطرف ده لكن انت يعني شايفة البعض ممكن يكون خرج خسران او الطرف التاني هو اللي خرج خسران من العلاقة. آآ في انسحاب وفي رحيل. آآ شايفة طرف التاني او انت بسعت عن نفسك قدامه بسبب العلاقة الثلاثية دي. آآ وبعدها كان في الانتصال او انقطاع العلاقة. آآ انت بعضوك العلاقة دي انت مستني فيها تواصل. يعني نستني ان هي ترجع تاني بتفكر فيها بتبص عليها. حاست ان انت وقتها كنت عايش حالة حب حلوة قوي عايز ترجع لها تاني. آآ شايفة الطرف الثاني آآ يعني بسط له قدام غير وجهته وقدى ظهره يعني 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 بعد تفكير على فكرة يعني بعد تفكير وبعد موازن اموره انا شايفة الثرف الثاني آآ بعد آآ العلاقة دي ممكن تكون آآ انتهت بسبب كده يعني هي في حاجة اتعرفت. في حاجة آآ اتعرفت او بقت معروفة لناس حواليكو. آآ الوقت الحاضر انت يعني حاسس انك تشايل حمل كبير جزاً فوق طقتك آآ يعني بتحب الطرف الثاني زه في عندك حب كبير جزاً لي آآ لكن انت آآ مش قادر تشوف انت بسط على العلاقة وبسط على كل اللي كان بيحصل فيها عمال تفتكر في الزكريات ومش قادر تشوف اي حاجة تاني حواليك آآ في عندك علاقة حب جزيزة آآ انت كمان عندك اللي يتقدمه بس انت واقف في مكانك انت مستني حد معين هو اللي بتكون معاه او هو اللي يجي ويتكلمك آآ على فكرة الحد ده ممكن يرجع وممكن يجي ويتكلمك لان هنا بيقولك انك انت تصبر وان في عرض هيجي لك وآآ وان انت الانتصار او الفوز اللي انت كنت بتحلم دي او بتتمنيه تبديت العلاقة آآ هيتحقق لك ان شاء الله آآ في المستقبل آآ شايفة بعد آآ رحيل بعدوكو في عندو اللي عايزبين والغير مرتبطين في عندك ارتباط آآ بات شايفات الارتباط ده هتبقى قافل على قلبك شوية محافظ على مشاعرك شوية مش هتبقى آآ بنفس العفوية ونفس الانطلاق اللي اللي انت كنت فيه مسلا في علاقة قبل كده يعني مش هتكون لكن في علاقة الزواج وعلاقة الزواج فعيد كمان آآ 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 في زواج في زواج وبقوة آآ في آآ زواج آآ ولا فيه رجوع على علاقة قزيمة آآ ممكن يكون فيه رجوع على علاقة قزيمة وحياة سعيدة في علاقة كانت موجودة في الماضي آآ انت كنت افتكرت ان هي خلاص دي مش هترجع تاني لكن فيه زواج وآآ بعد استشفاء ان شاء الله انت محتاج ان انت تاخد وقت مع نفسك او ممكن الثرف الثاني لو انت زالين انت وحد يكون في حالة استشفاء او بياخد وقت مع نفسه وبعد كده هيجي وهيكلمت آآ في زواج آآ بعدوك على فكرة ممكن يكون محتار بين شخصين ممكن يكون عنده اختيارين آآ محتار بينهم آآ لكن هتقدر تقرر وهتقدر تختار انا شايفة العلاقتين اللي انت محتار بينهم الاثنين حب والاثنين ارتباط والاثنين زواج آآ فهنا القرار هيكون في ايه بك انت يعني آآ بس تحاور تطلع من حالة الحزن والاتقاب انت عندك حزن والاتقاب آآ فكر آآ يعني ازاي تخلي يعني يعني هنا بيقولك انه آآ انت قريدي فيه عندك علاقة فعلا انفحت يا بقى انفاية خالص انت حزين جدا بسببها بك فكر بحكمة آآ تفكير بحكمة هيفيه بك في انك انت تعرف اللي حصل ده حصل ليه آآ عشان تقدر توصل لحلول آآ فيما بعد آآ شايفة كمان آآ بالنسبة للمسيحة بتاعتك آآ انك ما تتردتش بليش تتردت حاول تاخد قراراتك آآ بشكل واضح وبشكل سريع وبشكل قاطع يعني ما تقولش كلام وترجع فيه او تقول حاجة وتغيرها او كل شوية تبقى بحيل حاول تسيطر على مشاعرك وتوازن بينها آآ عندك آآ لو انت عملت كده انت عندك علاقة حب قوية جدا في المرحلة اللي جاية آآ انت اللي في ايدك سنجحها ده بالنسبة لبرج العزراء آآ شهر اغسطس بالنسبة للعجبين والغير المرتبطين ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب آآ وآآ وتفايل الكارس عشان نصنكو كل جيد حترى بالنسبة.